موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معكم محمد انديل وحلقة جديدة من تحليل انديل لفت انتباهي الصورة دي واضح ان هي مظاهرة او احتفالية ولكن اللفت انتباهي اكتر صورة فلسطين وربط صورة فلسطين بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني الحقيقة ما كنتش محتاج ان انا اتحرق عشان اعرف الصورة دي كم مكانها فين وتاريخها ايه ومناسبتها ايه لان اللي يهمني هي الدلالة اللي بتحتويها الصورة الصورة بتمثل وهم تم تشكيله على هيئة اسطورة من خلال ال 15 سنة اللي فاته فظهر كمية كبيرة من الزخم الاعلامي اللي بتمجد في الدولة العثمانية بشكل ممنهج وبتمجد في السلطان عبد الحميد الثاني بشكل محدد وكان بيدير العملية الممنهجة دي الاعلام اللي بيقوده بيسيطر عليه الاخوان الزخم الاعلامي ده كان دايما بيربط بين فلسطين وما بين السلطان عبد الحميد الثاني وعشان اكون صريح ومباشر باختصار الاعلام ده كان عايز يقول للناس ايها القوم ان السلطان عبد الحميد الثاني هو الذي كان يحمي المسلمين وعندما تأمر عليه وعلى دولته العرب وعندما انقض عهده ضعت فلسطين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي دي الصورة اللي هم نجحوا يوصلوها لعقول معظم العرب والمسألة مش انهم عايزين ينصفوا السلطان عبد الحميد الثاني واعطاؤوا حقه ان كان له حق لا لا القصة مش كده قالس القصة وما فيها هو اظهار ان العرب هم اللي اتأمروا على فلسطين فضيعوا القضية الفلسطينية وضيعوا ارض فلسطين وده علشان اهداف سياسية بحتة اهداف واضحة منها الوصول للسلطة خلف شعار فلسطين لان الحركات السياسية في الوطن العربي وعلى رأسها جماعة الاخوان المتأسلمين عارفين تمام المعرفة ان الشعارات الرنانة وعلى رأسها الشعارات اللي فيها كلمة فلسطين بتأثر بشكل قوي جدا فاقول الشعوب العربية ما فاقولها زي السحر ويمكن اكتر لدرجة انك بقيت تلاقي اخوك المواطن العربي وهو قاعد معاك يقولك احنا العرب ام خينا بيعنا فلسطيني اليهود وتأمرنا على اخواتنا الاتراك العثمانيين ودمرنا الخلافة الاسلامية يالا العار طبعا الكلام ده عبارة عن كذبة مركبة يعني كذبة متركبة على كذبة تانية اللي هي كمان متركبة على كذبة تالتة وهكذا اولا وقبل اي شيء الخلافة الاسلامية الشرعية انتهت في القرن الخمستاشر على ايد العثمانيين بعد موقعتين مرج دابق وغيضانية والاتراك اساسا عمرهم اتدعو الخلافة لانهم عارفين ان الخلافة لا تجوز لهم لانها معقودة على العرب القراشيين كمنصة السنة النبوية المشرفة وكان لقب الحكام العثمانيين الصلاطين وليس الخلافاء ولكن في اواخر عهد عبد الحميد ادعى انه خليفة للمسلمين فقط في اخر عهده ودي كانت محاولة منه لكبح جماح الثورات اللي كانت بتثور في ارجاء الوطن العربي ضد الدولة العثمانية المحتلة بسبب القمع اللي كان بيمرثه العثمانيين ضد اهالي المناطق اللي كانوا بيحتلوها ثانيا العرب ما خنوش سلطان عبد الحميد لان السلطان عبد الحميد الثاني كان بيمس لغاية سلطة الاحتلال العثماني لبلادهم فأي تحرك وطني ضد سلطة الاحتلال لا يسمى خيانة وبغرم كده السلطان عبد الحميد اتعرض بالفعل لخيانة بس الخيانة ما جاتش من العرب جات له من جماعته هو من الاتراك جماعة الاتحاد والترقي وجون تركي وتركيا الفتاة وبقيت الحركات التركية التورانية اللي اتشكلت في تركيا خلال القرن التسعتاشر صحيح العرب اتحركوا فعليا ضد الاتراك ولكن تحركهم كان سنة 1916 بينما السلطان عبد الحميد الثاني تم خلعه من العرش سنة 1909 على ايد الحركات اللي ذكرناها من شوية يعني قبد العرب ما يبدأوا يثوقوا ضد سلطات الاحتلال العثماني ومن بعد ما تم خلعه تم تعيين بعض السلاطين كمجرد صورة لعدة سنوات قبل اعلان الجمهورية التركية على ايد مصطفى كمال اتاتورك ثالثا وهو الاهم وده موضوعنا النهاردة موضوع فلسطين تلميع السلطان عبد الحميد الثاني بالنسبة لموضوع فلسطين وخصوصا من الاعلام الاخوانجي الهدف منه سياسي 100% الهدف هو تهيئة العقول العربية لتقبل فكرة الزعامة التركية على البلدان والشعوب العربية وتقبل زوال الانظمة العربية الحالية وتمكين السيطرة التركية على القرار العربي ويقولوا لك ان لما ده يحصل والاطراك يتمكنوا من القرار العربي ومن الزعامة على العرب ساعتها بس حنقدر نرجع فلسطين طبعا الكلام ده الهدف منه زي ما قلنا سياسي بحث وطبعا كلنا عارفين الولاء التام الجماعة الاخوان المتأسلمين تجاه الدولة التركية ونظام الرئيس اردوران اللي بيسعى للسيطرة على العرب من خلال الاسطورة العثمانية الوهمية فالمطلع على التاريخ يعلم جيدا ان العلاقات التاريخية بين اليهود والدولة العثمانية ممتدة منذ قرون وعلاقة وطيدة وقوية جدا على مر الزمن ولعلاقة دي اعترف بها وتفاخر بها رئيس التركي رجب طيب اردوران بنفسه اشتركوا في القناة ونحن نخدم شل ابوتينو شتميد ترمو لشلوم نعملنا نمتعين كان شوف لطوبات مطلع هسطوري تمان نمو دوركي والله بشربور واني مياخد اسرائيل في حاجة الى بلد مثل تركيا في المنطقة ويجب علينا ان نقبل كذلك حقيقة اننا في حاجة لإسرائيل هذه حقيقة في المنطقة وكمان اردوران في بعض تغريداته تفاخر بمساعدة الدولة العثمانية لليهود الفرغين من الاندلس منذ عام 1492 في اواخر القرن الخامس عشر انقذ العثمانيون الاف اليهود الهاغبين من اسبانيا اي ان اجدادنا احتضنوا هؤلاء اليهود لقد التجأ اليهود الى اجدادنا العثمانيين وبقوا في احضانهم مئات السنين لقد تم اسكان اليهود القادمين من اسبانيا في الدولة العثمانية لما انقذوهم من محاكم التفتيش في اسبانيا بعد انهيار دولة الاندلس الاسلامية وبالرجوع لموضوع السلطان عبد الحميد وللي عايز يتعمق اكتر اتمنى ان انتو تطلعوا على كتاب دكتورة فدوى نصيرات دور السلطان عبد الحميد في تسهيل السيطرة الصهيونية على فلسطين والكتاب متوفر ومجاني على الانترنت ومن خلال الكتاب ده هتتفاجأوا بكمية من الحقائق المثبتة والمواثقة اللي بتثبت ان فلسطين كانت بالنسبة للسلطان عبد الحميد الثاني مجرد كارت كان بيساوم بيه اليهود علشان ياخد اكبر كمية من الاموال وان السلطان عبد الحميد هو اللي ساهم الصهينة في السيطرة على فلسطين بشكل متدرج والشيء بالشيء يسكر ما ينفعش اتكلم على الدولة العثمانية وعلى مؤرخين الدولة العثمانية ولا على الباحثين في شؤونها وما تكلمش عن دكتور سلطان الاسقة دكتور سلطان الاسقة اللي انا باعتبره رمز الشموخ التقافي العربي في زمن خضوع وخنوع المثقفين العرب المثقفين العرب اللي انقسموا النوعين نوع هو المثقفين المستعجمين اللي قراروا ان هم يركبوا موجة العبودية للأتراك بكل خنوع وعبودية وبالتالي تشويه كل ما هو عربي وتجميل كل ما هو تركي والنوع الثاني من المثقفين هم المثقفون الجبناء اللي ما قدروش يتكلموا عن تاريخ الدولة العثمانية الأسود وده خوف من أن تتم مهاجمتهم من قبل الإعلام الموالي لتركيا زي إعلام الإخوانجية والإعلام القطري فيجي دكتور سلطان الأسقى ويتكلم بكل جراءة عن حقيقة الدولة العثمانية وعصر الظلام العثماني وبالنسبة لفلسطين والسلطان عبد الحميد الثاني خدوا معلومة مهمة جدا عنه يقدمها لكم دكتور سلطان الأسقى قريبا مترجمة للعربية ارجع لمذكراته شوف كيف السلطان كان يقابل هرزل عدة مرات ويحاول أن يتفاوض معه مفاوضات تجارية ارجع إليها لأننا راح نحيلك على مؤرخ تركي كبير هو يؤكد كلام هرزل مصطفى أرمغان هذا مؤرخ تركي محب للسلطان عبد الحميد ومدافع عنه يقول لك كان السلطان ينبهر أمام النقود التي كانت موجودة عند صاينة على يد هرزل وكان يرسل إلى هرزل يقول له تستوطنون يا صهاينة فلسطين لكن ليس كمجموعات متكاثرة مجتمعة ولكن متفرقين وتنشر لك مجلة المشرق ضجيج أهل فلسطين من كثرة الصهاينة موجودين في فلسطين ويستغربون من سكوت السلطان عبد الحميد انظر كثرة المستعمرات الصهيونية الإسرائيلية في فلسطين في عائد السلطان عبد الحميد في منطقة يافا فقط انظر مجلة المشرق سنة 1899 كانون المستعمرات في يافا فقط لإنشارتها وكيف أهل الفلسطين يضجون أولا منزل إسرائيل هذا في يافا فقط عيون قارة هذا في يافا أيضا ملك راوين هذا في يافا أيضا وانظر هنا خربة ديران وانظر أيضا محطة عاقر ويقال لها العكلون هذا في يافا وانظر هنا مستعمرة قطرة وانظر هنا قصطينة هذه مستعمرة أيضا صهيونية وامو البيش يسمونها ملتيس وهذا تحسين بيك باش كاتب المابي من المقربين لسلطان عبد الحميد يقول أن السلطان عبد الحميد كان يتفاوض مع الجماعات الصهيونية الآتية من ألمانيا وبسبب خلافه عادت هذه الجماعات ثم استلحقهم عضو مجلس شورى من عند السلطان عبد الحميد ليتفاوضوا معهم حول كيفية استعمار فلسطين هذا يقولها تحسين بيك في صفحة 250 ارجع له وترك الإخوان جي منك هذا المصادر أمامك ورجع لها لتعرف حقيقة هذا السلطان العثمان الذي يرويجون له بالله عليك ارجع لها وترك عن كدب الإخوان المسلمين وما طايعهم في مسلمة من المسلمات كل اللي متفقين عليها وهي أن العرب والمسلمين متخلفين علميا وأن التخلف العلمي ده هو سبب ضعفنا وتأخرنا وبصراحة الكلام ده صح فمعروف أن احنا متأخرين عن أوروبا وأمريكا وأسيا ولكن ما حد اشتأل ولا فكر ايه سبب التخلف والتأخر اللي احنا فيه وخصوصا عند العرب بصوا أغلب العرب ذكرتهم التاريخية وقفة عند تاريخ معينة وما بيحاولوش أن هم يروسوا في أعماق التاريخ علشان يبحثوا عن الأسباب فتلاقيهم بيعزوا سبب التخلف للعرب فيه لأسباب كتيرة جدا وسمحوا لي أيها الساعدة أن أنا أقول لكم أن أغلبكم بالفعل مش عارف إيه هو السبب الحقيقي في التخلف والتأخر اللي احنا فيه ده وتعالوا بينا من غير تفاصيل ممكن تتعبكم تعالوا نشوف تاريخ التقدم العلمي من 1400 سنة لحد دلوقتي أمة الإسلام كانت أمة حضارة وعلم الدولة الأموية هرعت العلم والعلماء وأسست حضارات خارج بلاد العرب إنها حضارة الأندلس الأندلس اللي كان بيتقاطر إليها كل قاسي وداني من طلبة العلم والتعلم وكان الخلفاء الأمويين وأوائل الخلفاء العباسيين بيرعوا العلم والعلماء وبيقدروهم وبيجلوهم ففي عهد هارون الرشيد رحمه الله كانت بغداد منارة العلم للعالم كله وظل العلم في منطقتنا للكورون طويلة وكانت زخرة بأنواع المعارف والعلوم والأندلس قد تقبله لكل راغب في التحصيل العلمي بس هو إيه اللي حصل مرة واحدة وخلى أوروبا تتفوق علينا وإحنا نتأخر ونرجع لورا كمان خلونا نخدها بالهداوة كده مع بعض من الطبيعي إننا كعرب وكمسلمين إننا كنا المسيطرين على الميدان العلمي بدليل إن الحضارة الأوروبية قامت على الكتب العربية والإسلامية فكان الطبيعي إن إحنا نكون أصحاب التقدم اللي بتشهدوا البشرية دلوقتي يعني كان المفروض إن إحنا كنا طلعنا الأمر بدل ما كنا فضلنا قاعدين على الأرض نغني للأمر يما الأمر على الباب نور أنا ديله وإحنا اللي كنا عندنا وكالة زي ناسا ونسميها مثلاً وكالة وعف وعف دي اختصار للوكالة العربية للفضاء والمفروض إن إحنا اللي كنا عملنا الطيارات الف 16 والف 15 والفانتوم والف 35 وغيرها ونسميهم فيه 15 وفيه 35 وشركة بوينج لصناعة الطيارات والإيرباس كانت المفروض تتعامل في الوطن العربي والعالم الإسلامي ما هو إحنا مهد الحضارة يا جماعة كان مفروض إن شركة بوينج دي تبقى عندنا ونسميها مثلاً شركة العنقاء لصناعة الطيارات والطبيعي إن إحنا نكون أصحاب مشروع تطوير القنبلة النووية والمفاعلات النووية والطاقة النووية بالكامل ونكون إحنا أصحاب التقدم العلمي في كل الميادين وممكن حضرتك تقولي إن بابلغ في كلامي ده ريادة العلمية كانت بالفعل من نصيب المسلمين والطبيعي إن إحنا كعرب وكمسلمين نكون أصحاب التقدم العلمي اللي موجود دلوقتي وارجع وأقول تاني وتالت طب ليه إحنا دلوقتي متخلفين ومتأخرين إيه السبب يعني بصوا المسألة مش مسألة معقدة أو مش إن بحاول أفرض أجندة سياسية معينة الهدف منها هو بس تشويه الأطراق الأطراق مش منزهين وكمان العرب مش منزهين بس إحنا هنا بنتكلم عن سبب تخلف وتأخر العرب في ميدان معين وهو الميدان العلمي وبالتالي تخلفوا عسكريا واقتصاديا والتاريخ بيثبت إن الأطراق العثمانيين هم السبب المباشر وغير المباشر كمان الكلام اللي حقوله مش استنتاج ولا هو اكتشاف خطير اكتشف محمد أنديل وكمان هو مش مجرد تحليل جعل دماري فحبيت إن أنا أقوله لكم وشارككم معايا فيه لأ المسألة واضحة وضوح الشمس لمن أراد أن يراها ونوصل هنا لسر الرقم 1517 1517 هي السنة اللي تمكن فيها الأطراق العثمانيين من احتلال الشام والقاهرة الشام والقاهرة إن كانوا بيحتووا ما تبقى من الإغث الحضاري والعلمي من بعد سقوط الأندلس ومن بعد 1517 وما تبعها من بسط انفوز الأطراق العثمانيين على الكثير من البقاء العربية وأصبح تحت سلطانهم معظم المسلمين هتلاحظوا إن العرب والمسلمين ما بقاش لهم أي إنجاز حضاري أو علمي وهتلاحظ كمان إن أوروبا وبعد حصلها على التراث الإسلامي اللي خدوا من الأندلس بدأوا يخفزوا قفوزات هائلة بينما نام العرب والمسلمين في صبات علمي لمدة 400 سنة أربع قرون هي القرون التي رعت فيها أوروبا العلم والعلماء وهي ذات الأربع قرون اللي كانت فيها الدولة العثمانية مسيطرة على دولنا العربية والإسلامية فقمعت العلم والعلماء فلا بنت مدارس ولا جماعات وكان في بلاد العرب كلهم جمعتين اتنين بس هم الأزهر والزيتونة اللي موجودين بالأساس من قبل ظهور الأطراق على الساحة العربية فلا هي راعة العلم ولا المتعلمين بل تعمدت تجهيل العنصر العربي تحديداً لضمان السيطرة عليه وكمان الأطراق نفسهم ما عملوش أي إغثى حضاري وده خلاهم يعادوا العالم كله بشكل مفرد فبعد يدخلهم الشام والقاهرة حرقوا المكتبات وأخذوا كل صاحب حرفة أو أي واحد مبدع في شغلة بيشتغلها أخذوهم على الأستانة عشان يبنوا لهم الأصور ويخططوا لهم المدن بتاعتهم وعشان يستفيدوا من إبداعهم ويحرموا العرب من نبورهم لدرجة أن العثمانيين حرموا استعمال المطبعة باللغة العربية وعلى فكرة الأعلام التركي وحلفائهم من العرب المستعجمين بيحاولوا دايماً يعملوا عملية تغيئة للدولة العثمانية بخصوص تحريم استعمال المطبعة وبيحاولوا يظهروا عكس حقيقة الدولة العثمانية حقيقة أن هي دولة استعمارية عسكرية غير حضارية في الواقع أن هم بيحاولوا ينفوا موضوع تحريم الطباعة ده فبيعفوا فخة أكبر وأخطر وهو أن الدولة العثمانية لم تحجم الطباعة على أساس ديني معتمدين أن بعض السلاطين العثمانيين سمحوا لبعض الفئات باستخدام المطبعة وهنا تكمل الكارثة في الواقع الدولة العثمانية حجمت الطباعة تحديداً على المسلمين والعرب لدرجة أن المدافعين على الدولة العثمانية من العرب والمستعجمين بيستعينوا بدليل السلطان العثماني بيزيد الثاني اللي تم سقوط الأندلس في عهد والميمون وهو والد السلطان سليم الأول اللي غزى بلاد العرب وصفك دماغهم بيقولك أن السلطان بيزيد الثاني ده سمح للأخوين اليهوديين خدوا بالكم من اليهوديين سامويل وديفيد بن حمياس بتأسيس مطبعة في اسطنبول لخدمة المجتمع اليهودي واخدين بالكم برضو المجتمع اليهودي مطبعة بتطبع كتب بالعبرية بيستفيد منها المجتمع العبري اليهودي اللي عايش في كنف الدولة العثمانية وكمان سمح السلطان بيزيد لبعض المطابع العبرية برضو الأخرى في عهد الميمون أما في عهد ابن سليم الأول سافج دماء العرب فتوالى تأسيس مطابع يهودية عبرية أخرى في بعض المدن زي القاهرة وحلب وفي عهد من أتى بعدهم تم السماح للأرمن واليونانيين بتأسيس مطابع بلغتهم لحظوا أن الموافقة على استخدام المطبع كان مقصور على الأقليات الدينية والعرقية فقط ويمنع منع باتاً اتباع بالأحرف العربية لحد ما جعهد السلطان أحمد الثالث في القرن الثمنتاشر اللي قرر من باب الإصلاح وبضغط من الصدر الأعظم السمح بالطباعة بالأحرف العربية ولكن بعد إيه؟ بعد ما تعمد السلاطين العثمانيين اللي قبلوا كلهم إنهم ما يخلوا العرب متخلفين وما يستفدوش أبداً بالطباعة بأنهم حرموهم من طباعة الكتب العلمية وما شابها حرموهم من الطباعة بلوريتهم اللي بيفهموها فأصبح التخلف في العرب متراكمة جيلاً بعد جيل وهنا بنلاقي السبب أوطار في الخيط اللي بيدلنا على سبب تقدم أوروبا علينا وده بالمناسبة كمان بيبيلنا حاجة أغلبنا سمعها من أجداده وهي إن أبناء الأقليات الغير عربية والغير مسلمة كانوا دوماً مثقفين وأكثر علماً وثقافة من العرب فالعرب في الدولة العثمانية كان لهم شغلتين ما لهمش تالت إما الزراعة والفلاحة والخدمة في بيوت البشوات الأدراك وغيرهم أو الخدمة العسكرية والقليل من العرب بس هم اللي استطاعوا إن هم ينفدوا من الحالتين دول ويدروا إن هم يشتغلوا في التجارة والعلم والتعليم أصبح شيء غير موجود على أجندة العربي والدولة الأثمانية اهتمت بالحراملك والجواري والتوسع وغيره بينما أوروبا بتبحر في مدمار العلم فلا عجب إن القرنين الثمنتاشر والتسعتاشر إن أغلب العرب كانوا بيشتغلوا خدم أو حجاب أو موظفين عند الأقليات الغير عربية لأن الأقليات دي ومن خلال القرون اللي مضت استفادت من الطباعة واستطاعت إن هي تطلع أجيال متعلمة متسلحة بالعلم بينما العرب وتحديدا الواقعونة تحت سيطرة السيادة العثمانية فالأدراك دايما كانوا مخالينهم خاضعين خانعين مسيطر عليهم بالكامل عشان ما يطلبوش في يوم بحقهم التاريخي في قيادة أمة الإسلام زي ما كانوا بيقودوا العالم العربي والإسلامي في أزهى عصور نهضتها العلمية عصور أبحاث الفلك والغياضيات والزرة والكيميا والفيزياء والطب والصناعة زي ما كانوا العرب بيقودوا العالم العربي والإسلامي في أزهى عصور الحضارة عصور القوة العلمية والحضارية مش بس العسكرية المتأمل في تاريخ النهضة الأوروبية حيلا إن أوروبا شاهدت أزهى عصورها العلمية عصور أبحاث الفلك والغياضيات والزرة والزراعة والصناعة والكيميا والفيزياء والطب كانت في عز تمكن الدولة العثمانية من العالم العربي بين 1517 و1900 والنتيجة كانت وزي ما احنا كلنا عارفين ومجرد انهزام ودمور السلطنة العثمانية على ايد ابنائها قبل ايدين غيرهم كان العرب لقم مسائرة لاحتلال اخر وهو الاحتلال الاوروبي الاحتلال الاوروبي اللي زحف على الامة العربية حتى في وجود السلطنة العثمانية واكتملت سيطرته بنهاية تلك السلطنة علشان يدخل العرب حقبة جديدة من الاحتلال والخنوع ومن عجائب التاريخ ان العرب رجعوا للعلم والمعرفة وعرفوا الجماعات والمدارس في ظل الاحتلال الاوروبي اللي ما يقلش سوء ابدا عن الاحتلال العثماني طبعا انا عارف ان الكلام ده ممكن يشكل صدمة للبعض وعارف اكتر انه حينبغي العرب المستعجمين الذائبين خضوعا وخنوعا للتور واحتمال انه في اطار دفاعهم عن العثمانيين ادعوا ان العثمانيين هم اللي شطروا الزر وصلوا للامر انا عارف ان مجرد التطارق للموضوع ده بيجيب صداع ووجع دماغ الا ان الماكينة الاعلامية الموالية للعثمانيين الجدد من امثال جماعة الاخوان مستعدين انه هم يدفوا عن الاطراق حتى ولو بكتب حتى ولو حيشوهوا تاريخ اجدادهم نفسهم ويطلعوا اجدادهم ولاد ستين في سبعين في تمانين في تسعين بسبب ان اسيادهم والاطراق الحاليين يرضوا عليهم علشان كده حتلاقي ان الناس قليلين جدا هم اللي يدوا يتجرقوا ويفتحوا الموضوع ده على رأسهم الشجاع اللي بسمي بطل من ابطال هذا الزمان دكتور سلطان الاسقى دكتور سلطان الاسقى اللي تصدى لتوضيح التاريخ وتصحيح مفاهيم مغلوطة تم زرعها على مدى سنين طويلة مفاهيم خلت العرب ينظروا للاطراق العثمانيين على انه هم ملايكة نزلة من السماء او اولياء اللي هي الصالحين اعتقد ان جاء الوقت لكشف الخرافة دي وخصوصا ان خرافة العثمانيين بيتم استعمالها الاجندات سياسية بتخدم اطمع و اهواء و مخططات بتتنفذ حاليا على الارض العربية انا عارف يا عزيزي المشاهد ان خلال السنين اللي فاتت جالك مئات و الاف الفيديوهات اللي بتتكلم على الدولة العثمانية فيديوهات و مقالات اظهرتهم ان هم بيحموا الاسلام والمسلمين ومن بعدهم ضاع الاسلام وضاعوا المسلمين بس تسمح لي الكلام ده غلط فلو العثمانيين كانوا حماة للاسلام او المسلمين لتركهم الانجليز والفرنسيين يسقطوا في القرن التسعتاشر على يد ابراهيم باشا ابن محمد علي ولكن الاوروبيين تدخلوا لحماية الدولة العثمانية ومنع سقطها ده بالاضافة ان الاسلام في ظل الدولة العثمانية ظهرت فيه الكثير من مظاهر الشرك اللي بنشوف لكتير منها لحد دلوقتي زي عبادة القبور والاضرحة والتشفع بالاولياء وغير ذلك ده بالاضافة ان المسلمين في عهد الدولة العثمانية عرفوا الاعدام على الخزو وكمان عرفوا الضعف والهوان والتخلف لان بني عثمان والاطراج بطبيعتهم لا يحملون اي اغثى حضاري ده نصبهم انا اعمل لهم ايه وده مش عيب بس العيب ان هم علشان يسيطروا على الناس اللي هم احتلوهم تعمدوا تجهلهم وحرمانهم من العلم والعلوم والتعلم وسلبهم اي اغثى حضاري قديم عندهم علشان كده ما تلاقيش في اي موطق قدم وطاقته اقدام العثمانيين اي معلم او طراث حضاري وده مش صدفة وانا كده قلت اللي عندي واسف ان طولت عليكم وفي النهاية احب اقول رسالتين الرسالة الاولى هي تحية للدكتور سلطان الاسقه وللدكتورة فدوى نصيرات ولكل المثقفين العرب المعتزين بعروبتهم واللي برغم الضغط والزخم الاعلامي اللي بتصرف عليه مليارات سنويا علشان التطبيل والتهليل والرأس للفترة العثمانية الا انهم ما بعوش عروبتهم ولا ضمائرهم وما زوروش التاريخ من اجل المال واهداف سياسية وما عملوش زي بعض المثقفين العرب اللي بيخافوا يتكلموا عن سوقات الدولة العثمانية اما الرسالة التانية فحب اقولكم فيها ان السلطان عبد الحميد مات وافضى الى ما قدم فيارت تسألوا نفسكم ليه فيه اعلام معين مصمم انه يلمع السلطان ده بالذات مع انه مات اه فعشان كده ايها المواطن العربي لازم يكون عندك شوية حصافة وتربط الامور ببعضها علشان تعرف ان عملية تلميع عبد الحميد الثاني اللي بينتمي لحقبة معينة والعرقية معينة هو مجرد هدف سياسي الهدف منه اقناعك بتفوق العرق التوركي وتشكيكك في العروبة كمان لا والاخطر من كده تهيئك لتقبل السيطرة والاحتلال العثماني الجديد اللي جال من خمسمائة سنة بنكهة صوفية قبورية والمرة دي حيجينا بنكهة علمانية واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته